من المتفق لفظا والمفترق نسبا في الأسر الخليجية الغانم في قطر والغانم في قطر يطلق على أكثر من أسره من أشارها أسرتان الأسره الأولى الغانم المعاضيد وهم الوهب من بني تميم من أبرزهم الوجيه خالد بن محمد الغانم رحمه الله والذي كان له مجلس ملاصق لمسجد أبو القبيب عرف ببذله وإحسانه خاصة في المدرسة الأثرية التي كان الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى قد أسسها ومن وجهاء هذه الأسرة أيضا الوجيه عبد العزيز بن خالد الغانم رحمه الله والذي عينه الشيخ خليفة بن حمد رحمه الله أول رئيس لأول مجلس شورى في قطر من الغانم في قطر أيضا الغانم النجادة من أهل الضرمح ثم الأحساء ثم سكنوا في فريج النجادة في الدوحة برزت منهم شخصيات منهم على سبيل المثال الشيخ علي بن غانم والوجيه والتاجر علي بن عبد الله الغانم رحمهم الله جميعا